تجد بريطانيا نفسها في المقدمة وتنخرط في بوتقة التهديدات الإيرانية التي لم تكف طهران عن فعلها في الخليج العربي منذ احتجاز حكومة جبل طارق ناقلة نفط إيرانية تهرب النفط لنظام الأسد فتعمل على تعزيز أسطولها الحربي في مضيق هرموز لحماية سفنها وتشارك في تحالف بحري اقترحته واشنطن لتأمين الملاحة وتجري مشاورات مع الولايات المتحدة لمعرفة سبل مكافحة النفوذ الإيرانية يصل جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي إلى لندن لإيجاد طرق جديدة من شأنها مجابهة التهديد الإيرانية المناقشات لم تعقد بعد وإنما استبقها متحدث باسم جونسون وصرح بأن بولتون وجونسون سيبحثان الخطر الإيراني في المقابل تخرج التصريحات الإيرانية على لسان وزيره الخارجية محمد جوال ظريف ليقول إن أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها وليس مسؤولية القوات الأجنبية في إشارة واضحة للتحالف الذي تعتزم واشنطن إن شاءه مضيفا أن تلك التحالفات ستكون محزومة بلا شك